بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه القراءة للقصيدة التي عنوانها تحفة الظرفة بأخبار الخلفة من نظم علامة جلالدين سيطير رحمه الله تعالى الحمد لله حمدا لا نفاد له وإنما الحمد حقا رأس من شكر ثم الصلاة على الهادي النبي ومن سادت بنسبته الأشرف والكبرى إن الأمين رسول الله مبعثه لأربعين مضت فيما راه عمرا وكان هجرته فيها لطيبته بعد الثلاثة أعوام تلي عشرا ومتى في عام أحدى بعد عشرتها فيا مصيبة أهل الأرض حين سرا وقام من بعده الصدق مجتهدا وفي ثلاثة عشر بعده قبرا وهو الذي جمع القرآن في صحف وأول الناس سمى المصحف الزبرا وقام من بعده الفاروق ثم تفيه عشرين بعد ثلاث غيبوا عمرا وهو الذي اتخذ الديوان وافترض العطاء قيل وبيت المال والدرر سن التراويح والتاريخ وافتتح الفتوح جمما وزاد الحد من سكرا وهو المسمى أمير المؤمنين ولم يدع به قبله شخص من الأمر وقام عثمان حتى جاء مقتله بعد الثلاثين في ست وقد حصرا وهو الذي زاد في التأذين أوله في جمعة وبه رزق الأذان جرا وأول الناس ولا صحب شرطته حمل حما أقطع الإقطاع إذ كثرا وبعد قام علي ثم مقتله لأربعين فمن أرداه قد خسرا ثم ابنه السبت نصف العام ثم أتى بنو أمية يبون الوغى زمرا فسلم الأمر في إحدى لرغبته عن دار الدنيا بلا ضير ولا ضررا وكان أول ذي ملك معاوية في النصف من عام ستين الحمام عرا وهو الذي اتخذ الخصيان من خدم كذل بريد ولم يسبقه من أمرا واستخلف الناس لما أن يبايعهم والعهد قبل وفاة لابنه ابتكرا واستحلف ثم اليزيد ابنه أخبث به ولدا في أربع بعدها ستون قد قبرا وابن الزبير وفي سبعين مقتلوه بعد الثلاث وكم بالبيت قد حصرا وفي ثمانين مع ست تليه قضى عبد المليك له الأمر الذي اشتهرا ضرب الدنانير في الإسلام معلمة وكسوة الكعبة الديباج مؤتجرا وهو الذي منع منس التراجع في وجه الخليفة مهما قال أو أمر وأول الناس هذا الإسم سميه وأول الناس في الإسلام قد غدرا ثم الوليد ابنه في قبل ما رجب في الست من بعد تسعين قضى عمرا وهو الذي منع النس النداء له باسم وكانت تنادى باسمها الأمر وقام بعد سليمان الخيار وفي تسعين وتسعين جاء الموت في صفرا وبعده عمر ذاك النجيب وفي إحداثني مئة قد ألحدوا عمرا وهو الذي أمر الزهر يخوف ذها بالعلم أن يجمع الأخبار والأثر ثم اليزيد وفي خمس قضى وتلاء هشام في الخمس والعشرين قد سطر ثم الوليد وبعد العام مقتلوه من بعد ما جاء بالفسق الذي شهر ثم اليزيد وفي ذا العام مات وقد أقام ست شهور مثل ما أثر وبعده قام إبراهيم ثم مضى بالخلع سبعين يوم قد أقام ترى وبعده قام مروان الحمار وفي ثنتين بعد ثلاثين الدماء جرى وقام من بعده السفاح ثم قضى بعد الثلاثين في ست وقد جدرى وقام من بعده المنصور ثم متى في خمسين بعد ثمان محرما قبرا وهو الذي خص أعمالا مواليه وأهمل العرب حتى أمرهم دثرا ثم ابنه وهو المهدي مات لدى تسعين وستين مسموما كما ذكرا ثم ابنه وهو الهادي وموتته في عام سبعين لما همى أن غدرا ثم الرشيد وفي تسعين تالية ثلاثة مات في الغزو الرفيع ذرا ثم الأمين وفي تسعين تالية ثمانيا جاءه قتل كما قدرا وقام من بعده المأمون ثم متى في ثمان عشرة كان الموت فاعتبرا وقام معتصم من بعده وقضى في عام سبعين وعشرين الذي أثرا وهو الذي أدخل الأتراك منفردا ديوانه واقتناهم جالبا وشرا ثم ابنه الواثق المال الورى روعبا وفي ثلاثين معثنتين قد وبرا وذو التوكل ما أزكاه من خلف ومظهر السنة الغراء إذ نصرا في عام سبعين يليها أربعون قضى قتلا حباه ابنه المدعو منتصرا فلم يقم بعده إلا اليسير كما قد سنه الله في من بعضه غدارا والمستعين وفي عام اثنتين تالي خمسين خلع وقتل جاءه زمرا وهو الذي أحدث الأكمام واسعة وفي القلانس عن طول أتى قصرا وقام من بعده المعتز ثم متى في خمس وخمسين حقا قتله أثرا والمهتد الصالح الميمون مقتله من بعد عام وقف بعده عمرا وقام من بعده بالأمر معتمد في عام تسعين وسبعين الحمام عرا وذاك أول ذي أمر له حجر أول الناس موكولا به قهرا وقام من بعده بالأمر معتضد وفي ثمانين مع تسعين مضت قبرا ثم ابن المكتفي بالله أحمد في خمس وتسعين سبحان الذي قدرا في عام عشرين في شوال بعد مئي ثلاثة مقتل المدعو مقتدرا وقام من بعده الجبار مخلعه في اثنين من بعد عشرين وقد سمرا وقام من بعده الراضي ومات لدى تسعين وعشرين وانسب عنده أخرى والمتقي ومضى بالخلع منساملا من بعد أربعة الأعوام في صفرا وقام بالأمر مستكفيهم وقف من بعد عام لأمر المتقي أثرا ثم المطيع وفي ستين يتبعها ثلاثة في أخير العام قد عبرا ثم ابنه الطائع المقهور مخلعه عام الثمانين مع إحدى كما أثرا ثم الإمام أبو العباس قادر في اثنين من بعد عشرين مضت قبرا ثم ابنه قائم بالله مات لدى سبع وستين من شعبان قد سطرا والمقتدي مات في سبع بأولها بعد الثمانين جد الملك واقتدرا وقام من بعده مستظهر وقضى في سادس القرن في اثنين تلي عشرا وقام من بعده مسترشد ولدى تسعين وعشرين فيه القتل حل عورا ثم ابنه الراشد المقهور مخلعه من بعد عام فلا عين ولا أثرا والمقتفي مات من بعد التمكن في خمس وخمسين وانقادت له النصرا وقام من بعده مستنجد وقضى من بعد ستين في ست وقد شعرا والمستضيئ بأمر الله مات لدى خمس وسبعين بالإحسان قد بهرا وقام من بعده بالأمر ناصر ومات في اثنين معشرين إذ كبرا وقام من بعده بالأمر ظاهرهم تسعا شهورا فأقل المدة انقصرا وقام من بعده مستنصر وقضى لأربعين وكم يرفيه من شعرا وقام من بعده مستعصم ولدى ستين وخمسين كان الفتنة الكبرى جاء التتار فأودوه وبلدته فأردوه وبلدته فيلعن الله والمخلوقة التترا مرت ثلاث سنين بعده ويلي نصف ودهر الورى من قائم شغرا وقام من بعد ذا مستنصر وثوا في آخر العام قتلا منهم وسرا أقام ست شهور ثم راح لدى مهل ستين لم يبلغ به وطرا وقام من بعده في مصر حاكمهم على وهن لا كمن من قبله وبرى ومات في عام إحدى بعد سبعمئ وقام من بعد مستكفيهم وجرا في أربعين قضى إذ قام واثقهم ففي اثنتين مضاخل عن من الأمرى وقام حاكمهم من بعده وقضى عام الثلاث مع الخمسين معتبرا وقام من بعده بالأمر معتضد وفي الثلاثة والستين قد وابرا وذو التوكل يتلوه أقام إلى بعد الثمانين في خمس وقد حصرا وبايعوا واثقا بالله ثمة في عام الثمان قضى وسمي عمرا وبايعوا بعده بالله معتصما لعام إحدى وتسعين أزيل ورا وذو التوكل ردوه أقام إلى ذا القرن عام ثمان منه قد قبرا في عهده زيد من بعد الأذان على خير النبيين تسليم كما أمر وأحدث السمة الخضراء للشرفاء يا حسنها من سمات بوركت خضرا أولاده منهم خمس مبجلة جاءوا الخلافة إذ كانت لهم قدرا فالمستعين وآل الأمر أن خلعوا أن خلعا في شهر شعبان في خمس تالي عشرا وقام من بعده بالأمر معتضد لأربعين تاليها الخمسة احتضرا وقام بالأمر مستكفيهم وقضاء في عام الأربع والخمسين مستبرا وقام قائمهم من بعد ثمة في تسعين وخمسين تسعين وخمسين بعد الخلع قد حصرا وقام من بعده مستنجد دهرا خليفة العصر رقاه الإله ذرا وليس يعرف في الأعصار قبلهم خمس ولو إخوة بل أربع أمرا ولا شقيقان إلا غير خامسهم كذا الرشيد مع الهادي كما ذكرا كذا سليمان من بعد الوليد كذا نجل الوليد يزيد والذي أثرا نجل الوليد يزيد والذي يثرا وما تكرر في بغداد من لقب ولا تلبناخ عم خلا نفرا إثنان فالمقتفي عن راشد وكذا مستنصر بعد مقتل التتارعرا أولئك القوم أرباب الخلافة خذ سبعين من غير نقص عدها حصرا من الصحابة سبع كالنجوم ومن أرض الله بني أمية إثنان تني عشرا ولم أعد أبا عبد المليك فذا ولم أعد أبا عبد المليك فذا باغ كما قاله من ورخ السير وعدة من بني العباس شامخة إحدى وخمسون لا قلت لهم نصرا تبقى الخلافة فيهم كي يسلمها تبقى الخلافة فيهم كي يسلمها مهدي منهم إلى عيسى كما أثر عليه السلام وبعد نظمي هذا النظم في مدد قضى خليفتنا المذكور مستبرا في عام الأربع في شهر المحرم من بعد الثمانين يوم السبت قد قبرا وبوع ابن أخيه بعده ودعي بذي التوكل كالجد الذي شهرا ولم يسمى إمام في الأولى سبق عبد العزيز سواه فاسمه ابتكرا فاسمه ابتكرا فالله يبقيه ذا عز ويحفظه ويجعل الملك في أعقابه زمرا ومتى عام ثلاث بعد تسعمئ سلخ المحرم عن عهد له سطرا لنجليه البر عقوب الشريف وقد لقب مستمسكا بالله في صفرا